شيخ محمد معذرة سميتها ثورة يعني ما تعتقد بأنه هذه التسمية مبالغ بيها إلى حد ما يعني احنا لازلنا في إطار تظاهرات وهذه تظاهرات تزيد تخفت حسب الوضع الأمني وحسب يعني توجهات الشباب المحتج في هذه المحافظات مو زيادة عليها نسميها ثورة ماكو معطيات ثورة لحد الآن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الفقر يولد الكفر اليوم حقيقة للأسف الشديد الحكومة العراقية عندما تخفق بإدارة الدولة وتجعل هذا الشعب تحت الظلم الحرمان والجياع والفقر والفساد المستشري في عموم دوائر الدولة والإخفاقات لمدة 15 عام ما شفنا أي إنجاز من الحكومة وعدما هب الشعب البصري من أجل أن يسترجح هذه الحقوق راحت الحكومة تقمع المتظاهرين تحت في الرصاص وفي الحديد والنار وهذه طامة كبرى يعني اليوم أنا من خلال قناتكم بنرفع صوتنا إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي علي أن يراقب ما يجري وما يحدث من قبل الأجهزة الأمنية وللأسف الشديد يعني اليوم ولد الأجهزة الأمنية هم ولد البصرة وبالتالي يعانوا نفس المعاناة عندما يذهب للبيت ما يلقب بيته لا كهرباء ولا موي وجوز إلى هو يشتغل أخوه عاطل عن العمل فهذه مطالب شرعية فكيف يسمح لنفسه أن يقمع متظاهرين عزل جاءوا من أجل أن يسترجعوا حقوقهم نحن كعشائر ندعم هذه التظاهرات وندعو الاستمرار وبشكل مستمر وعلى المتظاهرين أن يواضبوا على الاستمرار بالتظاهرات واليوم خير الدليل أنه المرجعية مرجعية اليوم من خلال صلاة الجمعة في كربلاء المقدسة قد قالت كلمتها وأعطت أشارات إلى الحكومة وتحذيرات وعلى الحكومة وعلى السيد رئيس الوزراء أن يأخذ هذه التوصيات بعين الاحتبار وخلاف ذلك أنا أعتقد كل الأحزاب وكل الشخصيات المتواجدة سوف تخسر وهذا أنا أعتقد ليس بصالح الجميع فأيو